المشتبه فيه البالغ من العمر 31 عاما تم توقيفه في نفس اليوم الذي نفذ فيه جريمة قتل مواطنة أجنبية بالسوق البلدي بتزنيت وشروعه في القتل العمد في حق الزبائن مقهى في الشريط الساحلي بأجادير المشتبه فيه رصدته كاميرا إحدى المحلات التجارية بالسوق البلدي بتزنيت وكشفت إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط بقواعد البيانات الأمنية والسجلات الطبية أن المشتبه فيه سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت لمدة شهر أواخر العام المنصر وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة وذلك للكشف عن الملابسات والدوافع والخلفية الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية